لم تخمد رائحة الموت في تركيا إبان زلزالها المدمر ليستفيق سكان مراكش ومناطق عدة في المغرب على وقع زلزال مدمر جديد هنا حيث لا تنفع لغة الأرقام في عداد الضحايا والإصابات فمن مئات القتلى والإصابات إلى الألوف والحصيلة مرشحة للارتفاع وفي ضربة زلزال بقوة سبع درجات على مقياس الاختر تحول إقليم مراكش إلى مأساة وفاجعة بحجم إقليم ذيقطنه نحو مليون ونصف المليون نسمة وفق تعداد الإحصاء المغربية لعام 2023 والذي أثر بضربته على أقليم عملات والحزو ورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت بحسب وكالات الأنباء المغربية خبراء الهزات الأرضية الذين كشفوا عن ندرة زلزال مدمر في المغرب منذ نحو ألفين عام كشفوا في تقرير مختصة عن حركة مفاجئة للصفائح التكتونية والتي عززت نظريات وتوقعات رصدي تلك الزلزال إبان زلزال تركيا المدمر قبل شهور إذ عاد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس ليتصدر عنوين الأخبار مجددا بفضل توقعاته المستمرة للزلزال في قائمة تضمنت العراق ودولا في إفريقيا كان المغرب من بينها تضامن عربي ودولي تحركت له حملة الإنقاذ والدعم لمئات الآلاف ممن تشردوا بفعل الزلزال المدمر الذي ضج في منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي دعا لها ناشطون حول العالم بضرورة الإصراع في اتخاذ إجراءات مواجهة حدوث أي زلزال سيما بناء المساكن المؤهلة لمواجهة الزلزال ومعرفة طبيعة الصفائح الدكتونية وتحركها موسيقى